دعا رئيس مجلس النواب نبيه بر إلى جلسة عامة لانتخاب أعضاء هيئة مكتب المجلس واللجان النيابية نهار الثلاثاء في الثامن عشر من الشهر الحالي وذلك عقب ترأسه اجتماع هيئة مكتب المجلس بحضور نائب الرئيس فريد مكاري والنواب مروان إحمد أحمد فتفت ميشيل موسى أنتوان زهرة وسيرج تور ساركيسيان والمدير العام للجلسات في المجلس الرياض غنام والمدير العام محمد موسى وعلى مدى ساعتين جرى البحث في المواضيع المطروحة على جدول الأعمال والبالغ عددها قرابة 85 بين اقتراح قانون ومشروع معجل مكرر لكن المواضيع الخلافية احتلت الصدارة في النقاش وأبرزها بحسب مصادر مطالعة للمستقبل القوانين المتعلقة بالأمور المالية والضريبية إذ أن بعض الدول أمهلت لبنان حتى أواخر الشهر الحالي وإلا سترتب عليه أعباء ضرائبية جمع كما جرى البحث في إمكانية إدراج قانون الانتخاب على جدول الأعمال في ظل المزايدات السياسية الحاصلة لسيما إسرار القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر على عدم النزول إلى المجلس في حال عدم اتخاذ قرار بهذا الشأن وأشارت المصادر إلى أن الأجواء إيجابية ويجري العمل على طروحات ومخارج لقانون انتخابي جديد يتفق عليه قبل الثامن عشر ولفتت المصادر أيضا إلى أنه لن يجري أي تغييرات في أسماء هيئة مكتب المجلس أو اللجان النيابية وقد تبقى على حالها الأجواء الإيجابية عكسها أيضا نائب رئيس المجلس فريد مكاري في تصريحه المقتضب الجو جو تفاهم وسيكون هناك جلثة ثانية في تمام الساعة الواحدة من يوم 18-20 الأول لهيئة مكتب المجلس أي في ذات يوم انتخاب هيئة المجلس واللجان النيابي وشهد مقر عين التين أيضا لقاءا بين الرئيس بري والوزير وائل أبو فعور موفدا من رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط بعد عودته من المملكة العربية السعودية بحضور الوزير علي حسن خليل وتناول البحث الاستحقاق الرئاسي ومستجدات الأوضاع الرهنة